اهلا بكم من جديد في القاهرة استقبل وزير الخارجية المصرية السامح شكري نظيره السوري فيصل المقداد وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات الخارجية المصرية قالت إن المحادثات تناولت سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدة وسيادة على كامل أراضي وجهود التعافي من آثار الزلزال بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية واتفق الوزيران على تكتيف قنوات التواصل بين البلدين بهدف تناول القضايا التي تمس مصالح مصر والسورية شكري أشار إلى ضرورة وضع حد للتداخلات الخارجية في الشهون السورية والقضاء على جميع التنظيمات الإرهابية دون استثناء ينضم إلينا من القاهرة دكتور أيمن سمير الباحث في العلاقات الدولية كما ينضم إلينا من دمشق محمد نادر العمري الكاتب والباحث في العلاقات الدولية أبدأ معك دكتور أيمن الدبلوماسية هي التي طغط على التصريحات التي خرجت أثناء وبعد هذا اللقاء ما بين وزيري الخارجية المصري والسوري ما دلالات أن يأتي الوزير السوري إلى القاهرة؟ أولا مساء الخير لحضرتك تزحمد ولضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين في رأي وجود وزيري الخارجية السوري في مصر هو أمر طبيعي وتطور طبيعي لمسار العلاقات المصرية السورية لأن مصر طوال السنوات الماضية كانت داعمة وبقوة لسوريا وربما من يدقق في التصريحات وحتى في الأرقام يتأكد له أن بالفعل شعب مصر والسورية هو شعب واحد في بلدين أتذكر في 4-7-2013 يعني بعد بيان 3 يولو 2013 وسورة 30 يونيو بعدها بيوم واحد صدر تصريح من وزارة الخارجية المصرية يقول أن مصر لن تسمح بما كان يسمى في السابق المجاهدين أو الجهاديين الذين كانوا يذهبون إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات الإرهابية أنا في رأيي هذا القرار كان أكبر دعم من مصر للدولة السورية والمؤسسات السورية في محاربة الإرهاب وهذا الأمر أنا في تقدير القيادة السورية تدرك معناه ومدى دلالته ومدى قواته في هذه العلاقة العلاقة لم تنقطع على الإطلاق ورأينا رئيس المخابرات السورية زور مصر في 2016 وهذا أمر معلن وشفنا في 2021 لقاء من بين وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية السوري لكن خارج أراضي البلدين كان على هامش اجتماعات الجمعية العامة وممتحدة لكن طبعا الزلزال الذي حدث في سوريا هو كارثة بمعنى الكلمة في 6 فبراير الماضي هو حرك أيضا وكان دافع كبير جدا للتقارب بين البلدين شفنا الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث لرئيس بشار في 8 فبراير يعني بعد الزلزال بيومين وفي 27 فبراير قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بالزيارة لدمشق وجود المقداد في القاهرة في تقدير في هذا الوقت له أكثر من دلالة أولا يؤكد على أن مسار العلاقة المصرية السورية وصل إلى مرحلة يمكن أن تنتقل إلى مرحلة نوعية أو إلى محطة نوعية هذه المحطة النوعية قد تكون باستعادة كل العلاقات الدبلوماسية وكافة أنواع العلاقات وكافة القطاعات سواء في القطاع السياسي أو الاقتصادي أو الأمني أو حتى العسكري بشكل كامل في الفترة القادمة هذا واحد الأمر الآخر هو دعم من مصر لسوريا قبل اجتماعين في غاية الأهمية الاجتماع الأول هو يوم لاثنين القادم عندما يجتمع نواب وزراء الخارجية من سوريا وإيران وتركيا وروسيا في موسكو لحلحلة الملف السوري التركي أيضا القمة العربية التي سوف تعقد في ماء القادم عندما تذهب سوريا إلى أو عندما تعقد القمة في ماء القادم وفي معية سوريا دولة كبيرة تمثل ربع سكان العالم العربي وهي الدولة المصرية هذا في تقدير دعم كبير جدا للعلاقة المصرية السورية في تقدير أيضا العلاقة ينتظرها الكثير هناك محطات مهمة محطات اقتصادية مشاركة القطاع الخاص المصر والشركات المصرية في ملف إعادة إعمار سوريا في رأيي مطروح بقوة أيضا إمكانية انضمام سوريا باعتبرها دولة من دول شرق المتوسط لمنتدى غاية شرق المتوسط في مصر أيضا مطروح بقوة لذلك نحن أمام ملفات في غاية الأهمية نحن أمام مصار مستقبلي لعلاقة يمكن أن تكون رافع وداعم وزخم كبير للبلدين الشقيقين نذهب إلى دمشق سيد العمري ما الذي يعوق دمشق من أن تستعيد كامل علاقاتها العربية حتى الآن مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين ورمضان كريم على الجميع دعني فقط بنقطة سريعة أضيف إلى ما تفضل به ضيفك الكريم من مصر بأن لطالما كانت العلاقات السورية المصرية هي محدد بشكل رئيس لطبيعة العلاقات على مستوى النظام الإقليم وبخاصة النظام العربي من حيث إقامة التوازن العربي وكذلك معالج الأزمات وكذلك الذهاب نحو توحيد هذه المواقف الجناحين السوري والمصري كانوا يشكلان دائما آلية التعاون العربي المشترك وكانوا يشكلان في الوقت ذاتي البلصة الحقيقية لتوجه الدول العربية بالتالي أعتقد بأن اليوم زيارة وزير الخارجية السوري إلى مصر بعد أقل من شهر من زيارة وزير المصري إلى سوريا أعتقد بأنها تمهد للقاء قمة خريب جدا سيعقد ما بين الرئيسين الأسد والسيسي سواء في سوريا أو في مصر وكما أيضا يمهد لتاحة دور واسع لمصر للمساهمة في تسوية الأزمة السورية سواء من حيث قدرة مصر على التأثير في ملف اللاجئين أو حتى فيما يتعلق بملف المعارضة وحتى في ملف عادة العلاقات العربية السورية تخل المصري على الساحة العربية لا يمكن لأحد إنكاره واليوم أعتقد بأن لمصر دور إضافة للجانب الأمني التعاون الأمني الذي لم ينقطع كما تفضل ضيفك والذي كان له تأثير بالغ الأهمية في تعاون لاستهداف مشروع أخوان المسلمين ليس فقط في مصر بل أيضا في سوريا وحتى ربما في على مستوى الأقلين أنا أعتقد بأن هذا التقارب بهذا التوقيت من شأنه أن يكون لمصر دورا أيضا في دفع العلاقات السورية السعودية للزهاب نحو تطوير هذه العلاقة وخاصة أن في حال عودة هذه العلاقات السورية السعودية والسورية عفوا السورية السعودية والسورية المصرية هذا يعيدنا إلى ما كان عليه خلال الحقبة الماضية المعادلة الثلاثية أو ما كان يسمى المعادلة الثلاثية على مستوى النظام العربي وهذا من شأنه أن يغير كثير من الموازنات والاستفافات على مستوى المنطقة فضلا عن ذلك اليوم هناك أعداء مشتركين لسوريا ومصر هنا نتحدث أخوان مسلمين نتحدث عن تركيا نتحدث عن تدخلات الخارجية والخلافات البينية العربية العربية أيضا هذه تحتاج إلى آلية تعاون وتنصيق مشترك وليس إلى آلية صراعات أو الذهاب نحو المزيد من الصراعات ما الذي يعيق عودة الدول العربية كما فهمت سؤالك إلى سوريا أعتقد بأن هناك مجموعة من هذه العوائق والتحديات أولى هذه التحديات هي الويات بالتحدى الأمريكية والإرادة الأمريكية والموقف الأمريكي الذي ما زالت حتى هذه اللحظة تلوح بقانون خيصل لفرض العقوبات ليس فقط على سوريا بل على كل من يتعاون مع الدولة السورية وبخاصة في المنحة الاقتصادي والمنحة الطاقوية وغيرها من هذه المناحة حتى في الكارثة الإنسانية تعرضت لها سوريا مطلع الشباط الماضي وجدنا بأن الويات من التحدى الأمريكية كانت تمارس الضغوط لعدم تقديم المساعدات للدولة السورية بل للذهاب نحو إدخال هذه المساعدات عبر الحدود لدعم التنظيمات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية من سوريا النقطة الثانية حتى هذه اللحظة ما زالت موقف بعض الدول العربية هو ضباوي ويتماهى مع المشروع الأمريكي ونتحدث عن قطر ومغرب بشكل كبير بدأنا نشهد في المخلب الآخر بأن هناك حاجة الضرورة سواء لسوريا أو للدول العربية في إعادة علاقاتها المشتركة لأن ما حصل في سوريا وما حصل من ارتدادات الأزمة السورية على مستوى النظام الإقليمي وبخاصة فيما يتعلق بمسألة الأمن القومي للدول أعتقد بأنه بدأ أو دفع الكثير من دول لإعادة تفكير في آلية الحل السياسية السورية واليوم يمكن للدول العربية أن تساهم وأن تعجل من آلية هذا الحل سواء في مسار أستانا أو دعم مسار أستانا أو إيجاد مسار دعم لمسار أستانا مثل الترقف العربي لدعم سوريا في آلية الأعمار وكذلك سأعود سيد محمد لهذه المقطة ولكن أذهب إلى القاهرة دكتور أيمن ما الإيجابيات التي ستعود عربيا من استعادة سوريا لوضعها إن كان في الجماعة العربية أو في علاقاتها الطبيعية مع الدول العربية يعني أنا في تقديري نجاح سوريا في هزيمة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية لا ينعكس فقط على أمن واستقرار سوريا لكن ينعكس على كل الدول العربية وعندما تكون هناك علاقات طبيعية ما بين سوريا وباقي الدول العربية أنا في رأيي قضية مثل الملف الأمني في غاية الأهمية سوف تستفيد كل الدول العربية من علاقتها مع سوريا هذا واحد الأمر الآخر كانت دائما مصر وسوريا معهم المملكة العربية السعودية والإمارات هي دول محفزة في أي اتجاه سواء كان خصوصا عندما نتحدث عن رغبة هذه الدول في هذا التوقيت للعمل على مشروع مشترك هذا المشروع يقوم على فلسفة فلسفة هي تبريد الصراعات وتهدئة التوترات وإقامة نظام إقليمي ليس فقط نظام إقليمي عربي لكن نظام إقليمي حتى يضم الدول الأخرى الموجودة فيها الشرق الأوسط مثل إيران وتركيا لبناء إقليم جديد أو الاعتماد على ما يمكن وصفه بالإقليمية الجديدة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كشفت أن الدول القريبة من بعضها البعض هي الأولى بالتعاون هي الأولى بالتشارك هي الأولى بالاستفادة من الموارد المشتركة نحن نشهد ونرى أن الواتب المتحدة الأمريكية لا تستطيع شراء البيض إلا من المكسيك واكتشفت الواتب المتحدة الأمريكية بعد سنوات طويلة أن المكسيك هي أهم دولة بالنسبة لها وكندا وليس حلفاء في ألويندو باسيفك أو في أوروبا أو في غيرها نفس الأمر في تقديري بينعكس الآن بشكل واضح على المنطقة العربية وعلى الشرق الأوسط هنا هذه المعادلة الجديدة تقوم على فتح المسارات وفتح العلاقات واكتشاف مساحات التعاون ما بين الدول ما بين سوريا والدول العربية ما بين الدول العربية والدول الإقليمية هذه سوف يخلق بيئة مختلفة جديدة تسمح لمختلف القوة ومختلف الدول للاستفادة مما لديها من مقدرات يعني أولية أو بشرية أو اقتصادية وفي نفس الوقت يعني تفويت الفرص على كل المشروعات التي حاولت يعني إدخال الدول العربية أن تظل دائما في خلافات وفي مناكفات سياسية واقتصادية ضاعت على الدول العربية الكثير من الفرص نتيجة لهذه المشحنات وهذه الخلفات اليوم في تقديري أمر طبيعي أن تعود سوريا لجامعة الدول العربية أمر طبيعي أن تعود العلاقات ما بين الدول العربية وسوريا ونحن شايفين نمازج مهمة شفنا العودة العلاقات العمانية لسوريا والعلاقات مع الإمارات ومع البحرين وتحدث أيضا وزير الخارجية السعودي بشكل إيجابي للغاية عن العلاقات مع سوريا لذلك أنا في تقديري الفترة القادمة وتحديدا ما قبل انعقاد القمة العربية القادمة ستكون فترة محددة إلى أي مدى أن الدول العربية كمجموع عربي كمجموع كلي اتخذ قرارا باتجاه يعني استعادت كل العلاقة مع سوريا على كافة المسارات سواء كانت اقصادية أو سياسية أو حتى أمنية أنا في رأي خريطة الطريق الجميع متفق عليها مع سوريا وهو ضرورة أن يكون هناك حل سياسي في سوريا يرتكن ويرتكز للقرار 22-54 مع الحفاظ على وحدة وسلامة كل الأراضي السورية وبسط الدولة السورية لسيطرتها على كل شبر من الأرض وخروج كل القوات الأجنبية من سوريا والتي دخلت في غفلة أو التي دخلت دون التنصيق مع الحكومة الشرعية في سوريا أنا في رأي هذه المصفوفة من القيم هذه المصفوفة من المشتركات ما بين الدول العربية وحتى مع سوريا يمكن تعميمها وحتى يمكن إقناع بها الأطراف التي ما زالت مترددة في الانفتاح على سوريا في المنهجية وليس في الأهداف يعني حتى الدول التي ترفض الآن عودة سوريا إلى الجامعة الدول العربية هي لديها خلاف في المنهجية فقط هي تقول نريد أن يتم الحل السياسي في سوريا وبعد ذلك تأتي سوريا إلى جامعة الدول العربية في حين الدول مثل مصر والإمارات وسلطنة عمان وغيرها قالت تقول أن العمل يمكن بمنهجية التوازي وليس بالتتالي بمعنى أن يكون انفتاح على سوريا وتشجيع سوريا على الحل السياسي هذا قد يؤدي في النهاية إلى تسريع الحلول بدلا من الحلول التي اتخذت أوقات كبيرة وبالتالي أنا في تقديري مجموع العالم العربي متفق على الهدف وهو عودة سوريا وعودات الدول العربية إلى سوريا لكن ربما الخلاف فقط في المنهجية هل تتم بالتتالي أو تتم بالتوازي نعم سيد العمري هل العلاقات العربية السورية يمكن أن تعود كما كانت عليه قبل عام 2011 أم أن السنوات التي شهدت مسمية الخلافات أو القطيعة أو الأزمات أي أن كان المسمى وضعت أسس جديدة للعلاقة التي ستبدأ من جديد يعني بطبيعة الحال العلاقات العربية السورية لا يمكن تصنيفها على مستوى نسب واحد لأن هناك بعض العلاقات العربية لم تنقتم مع سوريا سواء كانت في العلاقات السياسية أو الدبلوماسية أو حتى الأمنية يعني جهاز المخابرات الأمني المصري لم ينقطع على التواصل مع جهاز المخابرات السورية على سبيل المثال وكما تحدثنا منذ قليل بأنه كان هناك زيارات متبادلة سواء علنية أو سرية ما بين الجانبين وذلك يعني في مواجهة الإرهاب النقطة الثانية يعني حتى هذه اللحظة موقف الدول العربية وليس موقف سوريا هو الذي يعيق يعني عودة سوريا إلى الحضن العربي وعودة العرب إلى سوريا سوريا منذ أعوام وخاصة بعد زيادة الرئيس السوداني السابق البشير إلى سوريا كان كلام الرئيس الأسد واضحا بأن سوريا تدعم العلاقات العربية وتتعالى على الخلافات فيما يتعلق فيما كان الهدف ويعني الزهاب نحو تعاون العربي المشترك من قام بتدويل الأزمة السورية هي الدول العربية وما سمي بجمعات الدول العربية وليس يعني الأمم المتحدة ولكن يعني اليوم على الدول العربية أن تبدي فعلا إرادة حقيقية باعدة سوريا إلى جمعات الدول العربية باعدة علاقاتها إلى سوريا دون Well, it's not لأن حتى العلاقات التي كانت تحكم العلاقات السورية مع الدول العربية حتى قبل عام 2011 كانت سوريا تتمسك بعدم التدخل في شؤون الداخلية الدولة على سبيل المثال لم تتدخل الدولة السورية وتضع شروط على الدول العربية الخليجية فيما يتعلق بوجود قواعد أمريكية على أراضيها أو عدمه يعني هذه أحد الأمثلة وبالتالي لا يمكن اليوم أيضا لهذه الدول العربية أن تقوم بوضع مشروطية على الدولة السورية وبخاصة بأن قسم من هذه الدول العربية هي قامت بدعم وتمويل الإرهاب وفق ما جاء على رسال مسؤولينها السابقين وبالتالي اليوم على هذه الدول إبداع إرادة حقيقية ودعمة للحل السياسي في سوريا ولكن سيد العمري كنت سألتك هل دمشق تضع أسس جديدة في حالة عودة العلاقات أم أن تريد أن تعود العلاقات كما كانت عليه من قبل أنا لم أنتقل إلى الجانب السوري فقط كنت أنتهي من تعقيم على الشق الأول لنتقل إلى الثاني وبالتالي اليوم الأسس السورية واضحة يعني سواء فيما يتعلق بتصريحات القيادة السورية أو من خلال وزارة الخارجية السورية أنا أعتقد بأن الأسس الجديدة اليوم هي تتطلب بالدرجة الأولى الذهاب نحو آلية تعاون عربي مشترك ويمكن لهذه العلاقات التعاونية الثنائية أن تشكل نواد لتطوير علاقات عمل مشترك بشكل كامل وهذا أيضا ما أشار إليه رئيس الأسد في تصريحاته الأخيرة والنقطة الثانية اليوم هناك حاجة فعلا للذهاب نحو التعاون عوضا عن الصراعات لأن الصراعات أدت إلى تنزيق الكثير من الانظمة أو الوضع الداخلي العربي وأدى إلى المزيد من وجود التخلف وكذلك الفقر وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وبخاصة بعد أزمة كورونا وكذلك الأزمة الأوكرانية وبالتالي اليوم أسس السورية تتعلق بدعم الرؤية السورية في الحل السياسي وأنا أعتقد بأن بعض الدول العربية بدأت تعود إلى ما تقدمت في القيادة السورية في عام 2013 من إدعا لبرنامج الحل السياسي الذي طرح في تلك الفترة واليوم أصبح محاربة الإرهاب ضرورة ليس فقط لسوريا بل أيضا لنظام الإقريم الذي باته اليوم يتهدد بشكل كبير وأصبح في بعض الدول العربية بيئة خصبة لانتخال هذا الإرهاب إليه وبالتالي هناك تخوف من بعض الأرض العربية من انتخال هذه الإرهاب إلى تلك الدول نقطة ثالثة الأجواء التصالحية التي بدأت تظهر على مستوى النظام الإقليمي سواء من خلال قدرة الصين عن أحداث التعاون أو التقارب أو الوساطة ما بين إيران والسعودية ومن خلف المباركة الروسية أو الدور الروسي حتى في محاولة تقريب وجهات النظر ما بين تركيا وسوريا لإعادة هذه العلاقات وبالتالي اليوم في حال حصول كل هذه التطورات في ظل غياب الدور العربي هذا يعني بأن هناك تقدم في الرؤى الإقليمية على حساب العلاقات العربية البينية لذلك أنا أعتقد بأن أحد الأسس الداعمة التي يجب أن تكون اليوم المقبولة دعنا نقول من قبل الدولة السورية هي دعم الحل السياسي دعم المسار السياسي التعاون فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب حتى التعاون فيما يتعلق بإعادة البناء داخل سوريا لأن ما تهدم داخل سوريا هو كبير جدا وفوق التخديرات يعني آخر التخديرات كانت 670 مليار دولار أنا أعتقد بأنه هو رقم يفوق أكثر من ذلك هناك أيضا ملف بغاية الأهمية هو التعاون مع الدولة السورية في إعادة اللاجئين وكذلك تأمين الظروف الحياة الكريمية وكسر الحصار الاقتصادي على سوريا لأن عودة هذه العلاقات في ظل بقاء الحصار الاقتصادي على سوريا هذا لن يأتي بأي نتيجة لأن اليوم الشعب السوري يعاني ما يعانيه في الداخل السوري من افتقال الطاقة وكذلك للتواجد القوات الأجنبية غير الشرعية وبالتالي أنا أعتقد بأن أسس الدولة السورية على مستوى الملف في السوري هي واضحة وعلى مستوى التعاون العربي هي واضحة فيما يتعلق بتوحيد المواقف والتشاور وزهاب نحو التعاون عوضا من الاستخدام الصراع الذي تبحث عنه المعتدية على سوريا سيد محمد ندي العمري الكاتب والباحث في العلاقات الدولية من دمشق ومن القاهرة دكتور أيمن سمير الباحث في العلاقات الدولية شكرا لكم تات حلقة اليوم من وراء الحدث شكرا للمتابعة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة